حوار جدة بين الشرعية وقوات الانتقالي المدعومة من الإمارات حل للمشكلة أم ترحيلها وصنع واقع جديد هجين بين الثوابت الوطنية والأجندات المناقضة لها بالتزامن مع إعلان الشرعية دعمها للجهود السعودية لإنجاح حوار جدة يجري الحديث عن مسودة اتفاق مطروحة من الرياض بين الحكومة والانتقالي تشمل استبدال الدور الإمارة بالدور السعودي وتمكين الأخيرة من ملف إدارة العاصمة المؤقتة عدن تذهب دول التحالف بعيدا عن الحلول المنطقية بإعادة الأمور لمجاريها وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة وردع قوات الانتقالي المقوضة للشرعية بإشراك المشكلة المتمثلة بالانتقالي في الحل على حساب الشرعية التي بدت مهددة بالتلاشي والاستبعاد من أي حضور في مستقبل القضية اليمنية بعد استمرار الضغوط السعودية الإماراتية للجلوس في طاولة مع الانتقالي يبدو أن الحكومة آخيرا ردخت وقبلت بالجلوس في حوار لا يتجاوز الثوابت الوطنية مشددة على ضرورة عودتها لعدن في لقاء جمع وزير الخارجية محمد الحضرمي بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أكد دعم الحكومة لجهود الرياض انطلاقا من حرصها على السلام وإنهاء التمرد المسلح في بعض المناطق الجنوبية وعودة مؤسسات الدولة التي تضرر من غيابها المواطن بعد سيطرة الانتقالي بحسب الحضرمي فإن قبول الحكومة وتنازلاتها مرهون بإعادة بوصلة التحالف ولملمات الجهود تجاه المشروع الحوثي لكن هل تضمن الشرعية حضورها وبقاءها في ظل دعم وتمكين الميليشية وفرضها كشريك شرعي جديد؟ تؤكد الحكومة على التمسك بالثوابت الوطنية كشرط قبل دخولها في حوار جدة والتي تشمل الحفاظ على أمن والاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة تعود الأنظار من جديد إلى حوار جدة الذي ترعاه السعودية مع طرح مسودة اقتراح لحل الأزمة ومن جهة أخرى تدشن أبوظبي مرحلة جديدة من الصراع بدت بوادرها بتمرد سقطرة وسحب قوات من الساحل الغربي إلى عدن لتعزيز القوات الموالية للانفصاليين هل تخرج أبوظبي من مشهد عدن والجنوب دون ضجيج أو فوضى وتسمح لشرعية بالعودة؟ وكيف يقبل الانتقالي مشاركة حكومة أعلن ضدها الحرب ووسطها بحكومة الاحتلال الفاسدة؟ اشتركوا في القناة